هوي بريس نحو إعلام هادف لإلغائه باسم الاكتفاء بالنص القرآني وأضاف الباحث والمحلل السياسي في منشور له على فيسبوك مستدركة لكن بعد حذف هذه المادة من المقرر صار لكل متكلم أتبع كما صار للمؤثرين الذين يؤثرون بأشياء كثيرة أتبع مردفاً ففي حمأة الجهل المعرفي كل شيء أضحى ممكناً وجائزاً وفي ذات السياق اعتبر الدكتور خالد الصمدي أن التربية الإسلامية هي حصن الأسرة المنع وكتب الوزير السابق كشف الصراع والتدافع حول مدونة الأسرة وخاصة على مستوى التعامل مع القرآن والسنة والتشكيك فيهما والانتقاص من قدرهما والتشكيك في قدرة العلماء على الاجتهاد لإيجاد الحلول الملائمة لقضايا الأسرة أن المستعدف الرئيس من هذه الحملة هو جيل التلاميذ والتلميذات في المؤسسات التعليمية الذين يشكلون جيل المستقبل المكون للأسرة والحصن الحصين لثوابت الأمة الجامعة وضف الوزير المنتدف السابق في التعليم العالي في منشور له على فيسبوك لذلك اتجهت سهام السامري وأزلامه منذ مدة إلى مادة التربية الإسلامية للتقليل من شأنها والطعن في مضامينها واتهامها بالتقليدانية في مناهجها وطرق تدريسها غايتهم من ذلك خلق فراغ روحي وعلمي وقيمي لدى التلاميذ والتلميذات تمهيدا لاختراق هويتهم ومن خلال ذلك على الهوية الجامعة لهذا البلد الأمين وتابع الصمضي وفي هذا السياق لن ينسى المغاربة كيف وجه السامري وزمرته منذ سنوات سهام الاستهزاء للمضامين الشرعية لهذه المادة عبر برنامج إذاعي لو لا يقظت الغيار من أساتذتها والمدافعين عنها والذين أرغموا عبدة العجل على الاعتذار وسحب الإساءة هوية بريس نحو إعلام هادف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر